انتشار الفيروس كورونا الكبير في كندا جعلها تفرض إجراءة صارمة على الرحلات الجوية الدولية إلى جانب الحظر المفروض أصلاً آلاف الكنديين سافروا في عطلة أعياد الميلاد خارج أونتاريو وكندا وكانوا مصدراً كبيراً لانتشار الفيروس والبيانات كشفت أن 3% من القادمين كانت فحوصاتهم إيجابية ووفقاً لهذه البيانات اتخذت الحكومة الفيدرالية هذا القرار وأخيراً تم إغلاق الحدود حجر صحي في فندق لمدة ثلاثة أيام ودفع مبلغ أكثر من ألفي دولار قد تشمل تدابير الصحة العامة وإجراءات الاختبار والنقل أثر علينا صار الدروب صار كانسلات كتير تكنسل التذاكر تكنسل رحلات تكنسلت فكيشنز خاصة للمناطق المشمسة وهذا كله في صالح المواطن الكندي وسلامته ومن ضمن الإجراءات اختبار فحص كورونا في المطار لجميع المسافرين القادمين إلى كندا دون استثناء تكون سماء كندا فاضية من الطيران بهذه الأشهر؟ أبداً بهذه الأشهر بدأت تكون مليانة طيارات من كل العلحاء يعني إذا بتشوفي هلأ بتلاقي بس في طيارتين موجودة في سماء كندا وستبقى أمام العائدين أربعة مطارات كندية فقط في كل من مونتريان وتورنتو وفانكوفر وكالجاري إذن الرحلات الدولية من وإلى كندا سوف تهبط في أربعة مطارات فقط والإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة الكندية سوف تحد بشكل كبير من حركة الطيران الدولي من أمام مطار تورنتو الدولي رفاه السعد العربية